السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي لكل إخواتي أهلا وسهلا بكم جميعا إزاي أقدر أخلي البشرة بتاعتي نضرة وصفية وخالية من العيوب طول الوقت ده هدف الفيديو بتاعنا النهاردة إزاي أقدر أفتح بشريتي بأقل حاجة وبإمكانيات تحت يدي وإزاي أمحو التجعيد وأخر علامات الشيخوخة إزاي بموزة أيوة بموزة هنعمل إيه هل هناخد الأشور لا هناخد إيه إحنا هناخد الموزة هناخد الموزة دي كده هوت وبعد كده نبدأ اللي إحنا نشتغل عليها هنشتغل على الموزة دي هنشتغل إزاي وإيه هي حاجتنا اللي إحنا هنقدر نشوفها أو إحنا هنقدر نعملها هقولك بالتفصيل هنروح نطحن دي في الخلاط نخليها النعمة جدا وبعد كده نرجع أوريكي تركيبة خيالية هتقدر تغزي بشرتك وتقدر تخلي بشرتك بيضة بياض التلك زي ما احنا شايفين بقى ابتدينا إيه إحنا تحناها وجبناها كده بقى هنا هيبدأ الشغل الجد بتاعنا هنقول اللهم احسن ما بين أيدينا وصلي على سيدنا محمد حبيبنا ونبينا واللهم اجعل البرقة بين أيدينا هنعمل إيه بقى أول حاجة أنا عايزها هنا كده كيس خميرة فورية أهو شايفين طبعا كلكم عارفين كيس الخميرة هنا وعارفين فوايدها للبشرة وانتو شطار وأحسن مني بمراحل هناخد هنا أهو أدي معلقة من الإيه الخميرة أهي هناخد نص كمان يبقى هناخد معلقة ونص من الإيه من الخميرة وهنا السؤال ممكن أحط حاجة تاني مع الخميرة أيوة هحط إيه هحط معلقة لازم إلا أنا أحطها هي إيه معلقة من اللبن طب لو نفرض أنا ما عنديش معلقة من اللبن هحط بس حبة كمان أهي لو نفرض لأنا ما عنديش معلقة من اللبن معلقة من الحليب البودر أعمل إيه ممكن أحط هنا هوة لبن حليب عادي جدا ما فيش أدنى مشكلة الله أقول إنت يا عمي سيف إحنا لو إحنا حطينا لبن حليب يبقى معنا كده إحنا هنحط مية طب يعني هنحط إيه هنا بقى هحط يا ستر كل حبة زغيرة أهو من مية إيه الورد أهو هنزلهم كده عليهم أهو وأبدأ أعمل إيه أبدأ اللي أنا أجعي أعجن اللي اتنين كده أهو أدوب الكل الكلام ده أدوبه مع بعض كده أهو أدوبه مع بعض حاجة كده رهيبة لما الخميرة تنزل على البشرة بصي فوق الخيال يعني حاجة فوق الوصف كده جماعة أهو طيب هنجيب بقى الطبق بتاعنا ده كده أقول فيه الحاجة دي ونبدأ ننزل كل الحلويات دي كده معانا أهو هننزلهم كله كده معانا طيب خلاص إحنا خدنا الخميرة وخدنا اللبن هل إحنا كده اكتفنا نسكوت لا إحنا مش هنسكوت أمال إحنا هنعمل إيه هقولك دلوقتي أنا هعمل حاجة رهيبة جدا فوق الوصف كده بقى إيه بعد كده هنزل بمعلقة جبارة جدا معلقة يمكن تكون حيوية معانا في الوصفة دي اللي هي معلقة من البن أهو هنحط معلقة من البن كده ونبدأ اللي إحنا إيه ندوب فيها أو نبدأ اللي إحنا نمزل كل الكلام ده كده إيه مع بعض ليه حطينا معلقة من البن حطينا معلقة من البن عشان يبدأ يحفز الكولاجين يبدأ ينشط الدورة الدموية عندي في البشرة وفي نفس الوقت يبدأ إيه يفتح لي إيه البشرة معلقة البن هنا مع الخميرة مع الموز حاجة كده روعة هل هنسكوت لا إحنا مش هنسكوت طب إحنا هنحط إيه هنروح يا ست الكل جايبين بقى إيه زيت الورد هنحط هنا بقى معانا أهو حاجة بقى لزوم الدلع بقى اللي إيه اللي اتمنع أصلا ده بقى زيت الورد ناخد كده حبة من إيه من زيت الورد كده إيه معانا أهو ونبدأ اللي إحنا ندوب فيهم كده ما عندكيش زيت الورد إحنا عاملين وخلي بالك عاملين زيت الورد مع بزرور العنب لو حطيناه هنا خيالي خيالي هنبدأ بقى نعمل إيه نحطه على البشرة بعد ما نحطه على البشرة اتفرجع الجمال اتفرجع الحلاوة إحنا صرفين ومكلفين يعني مش عايزين نحطه نصف ساعة 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 حطيه ساعة لا يقل ولا يزيد حطيه ساعة بعد الساعة أبدأ أشتفه وشك لو فاض منك نفس الكلام هنبدأ اللي إحنا نعبيه في حاجة ونبدأ اللي إحنا نحطه فيه أيوة في الفريزر ساعة لما أنا عايز أعمل كل أعمل تاني أو أشتغل عليه تاني أستخدمه أبدأ أطلعه الحد لما يفوق وأبدأ أستخدمه تاني هنا ممكن اللي إحنا نحط معانا معلقة من القرفة لو إحنا عايزين نبدأ نزول الدموية عندنا في البشرة ممكن أحط معانا هنا كابسولة من فيتامين إي عشان تقدر اللي هي تزود لي كفاءة الإي الحاجة بتاعتي كل الخيارات مفتوحة قدامك معاكم أفضل وصفة تقدري تعمليها لبشرتك تحياتي ليكو أجمل إخوات في الدنيا ترجمة نانسي قنقر